اهلا بكم مشاهدينا الى نشرة الاخبار من القناة الوطنية الاولى ونستهلها بالعنوينة رئيس الجمهورية تحول الى منطقة العنسونة لتفاقد الاوضاع بعد مواجهات بين عدد من اهالي دوز وابن خداش اسفرت عن وفاة شاب واصابة اكثر من ثمانين شخصا واعلان لحظر التجول بابن خداش شاب تلاميذ الابتداء والاعداد والثانوي يجرون اليوم اول امتحانات الاسبوع المغلق باعتماد نظام الافواج وتطبيق بروتوكول خاص توقيا من فيروس كورونا انفراج في عملية التزود بالغاز المنزلي بقابس وانطلاق التوريد من الجزائر لسد الشهور بالقصرين اذا اثر الاحداث التي جدت بالمنطقة الفاصلة بين معتمديتي ابن خداش ودوز اعلن والي مدنين لحبيب شواط مساء اليوم حذرا للتجول بكامل معتمدية ابن خداش اعتبارا من اليوم الاثنين وبداية من الساعة الرابعة مساء حتى الخامس صباحا ويستثنى وفق نص البلاغ الذي وفتنا مراسلة الاخبار بمدنين فيزا سكرافي بنسخة منه الحالات الصحية العاجلة واصحاب العمل الليلي ويبقى اعلن حذر التجول ساري المفعول الى حين اعلان اخر لرفعه وقد تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الاعلى للقوات المسلحة صباحا اليوم الى الجنوب التونسي حيث توجه الى منطقتين بيرسولتان والعين السخوناء من ولاية كبلي واجتمع رئيس الجمهورية مع عدد من ممثلي الصلطة الجهوية والمحلية داعيا الى تغليب صوت الحكمة وعدم الانجرار وراء زرع الفتنة بين ابناء الجهة الواحدة وشدد على ان رئيس الجمهورية هو رمز الدولة والضامن لوحدتها مبينا ان تونس تتسع للجميع ولابد من الانتباه الى كل المحاولات الخفية لضرب الدولة من الداخل واترحم رئيس الدولة على روح الشاب الذي توفي وكان ضحية الخلافات والمواجهات التي حصلت امس معريبا عن اسفه لما قالت اليه الامور واستغرابه من تغليب البعض المصالح الضيقة على مصلحة البلاد وعلى استقرار اوضاعها وتوجه رئيس الدولة بالشكر الى القوات المسلحة الامنية والعسكرية لما تبذله من جهد لاعادة الامن والاستقرار بالبلاد وقد عاد الهدوء صباح اليوم الى منطقة العين السخونة بعد ان كثفت الوحدات الامنية والعسكرية من تمركزها بالمنطقة التي تبعد حوالي 100 كم جنوب مدينة دوز للحيلولة دون تجدد الاشتباكات وحماية الارواح البشرية والممتلكات الخاصة واسفرت المواجهات الدامية التي جدت بين مجموعتين من المواطنين من منطقة ابني خداش من ولاية مدنين ودوز من ولاية كبلي نهاية الاسبوع حول قطعة ارض تقع بين المنطقتين اسفرت عن وفاة شاب يبلغ من العمر 25 عاما واصابة 82 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة وقد تم استقبال الجرحة بالمستشفى المحلي ببن خداش وتحويل عدد منهم الى المستشفى الجامعي لحبيب بورغيبة بمدنين وحالتهم الان مستقرة حسب ما اكده المدير الجهة والصحة بمدنين جمال الدين حمدي حالة الوفاة هذه تم تسجيل على مستوى المستشفى الجامعي لمواطن معناها عمره 25 سنة الله يرحمه نعمه اثن معناها تعرضوا الى الطعن بمآلة حادة وقدت الى نزيف وثم الى وفاة والله رحمه توفى المستشفى على اثن الى حدات اللي صارت في عين سخون احنا استقبلنا على مستوى المستشفى المحلي ببن خداش 82 حالة الكل بالكل اليوم الاول الاستقبال 31 حالة تم نقل 16 حالة المستشفى الجامعي لحبيب برقيبة المدين من ضمن 16 حالة ثم ثلاثة ابقوا في المستشفى مقيمين حتى اليوم معناها على مستوى قسم الجراحة وجراحة العظام في اليوم الثاني تم استقبل 51 حالة من ضمن 36 تم تحويلهم الى المستشفى الجامعي لحبيب برقيبة المدين من ضمن 36 ثم ابقوا تسعة في الاخسام الاستشفائية سواء على مستوى المستشفى الجامعي لحبيب برقيبة او في ثلاثة مساحات خاصة على مستوى ولاية المدين حالتهم مستقرة ثم جروحة خطيرة صحيحة لبعض الحالات ولكن الحمد لله تم معناه تجاوز المعرحات الخطورة وان شاء الله بحاول الله ربيش فيها ثم عمليات جراحية تمت على مستوى المستشفى الجامعي لحبيب برقيبة او على مستوى المستشفى الخاصة للحالات التي تم نقل نمر الآن الى الشأن التربوي وفي تطبيق محكم لإجراءات البروتوكول الصحي في ظل وضع وبائي دقيق وحفاظا على سلامة التلاميذ وسائر الإطار التربوي تجرى اليوم الاختبارات الكتابية للثلاث الأول للمرحلة الابتدائية بمختلف مدارس الجمهورية كاميرا الأخبار تابعت اليوم الأول في ولاية نابل كسائر مناطق الجمهورية انطلقت اليوم بجهة نابل الاختبارات الكتابية للثلاث الأول للمرحلة الابتدائية باعتماد نظام الأسبوع المغلق كإجراء يعتمد للمرأة الأولى في هذه المرحلة وذلك ضمانا للتباعد الجسدي توقيا من فيروس كورونا والله الإجراءات هي إجراءات عادية نعم نقيسة سخنة عادية يومين وعندنا المتحانيات من أبلفوش نحترم فيها كتباعد ونقوم بتاقييم بعد كل ساعتين نعم نتاقييم تنطلق اليوم بداية من اليوم سواء في الأعداد أو في الثانوي أو في المرحلة الابتدائية الاختبارات التقييمية للثلاث الأولى بطبيعة الحال لتردت كل الصحي هذا عملة ثابتة الآن أصبحت قاعدة أساسية نتعامل بها في مؤسساتنا التربوية انتلاقة استثنائية رافقتها إجراءات استثنائية تطبيقا للبروتوكول الصحي وضمانا لسير الامتحانات في ظروف وقائية صحية باعتماد نظامي الأفواج والتدول على القاعات التي استحسنها الأولياء رغم بعض التحفظات نظام الأفواج بالنسبة لي موجد تلمون ناجح على خاطر برشا حاجات مش قاعدين تحصلوا عليهم معلوميتهم ناقصة قاعدين يقرؤوا فيه ونضيغوا يشترق راية نظام الأفواج هو نظام متميز نظام ناجح حاجة باركة المتخلقين منها والبروغرام السيري برشا والمواد كلها في جورة بعضهم يقرؤهم التلميذة هكذا كانت الصورة لليوم الأول من الأسبوع المغلق للتعليم الابتدائي بنابل الذي يتواصل إلى التاسع عشر من الشهر الجاري انتلاقا تبدو موفقة بمدرسة التمييز آملين أن تكون نفس الصورة ببقية المؤسسات الطربوية بالجهة عادت المنطقة الصناعية بقبس إلى نشاطها بعد توقف عن العمل والإنتاج لأسابيع بسبب احتجاجات خلفت شللا في المنطقة وفي مناطق مجاورة على مستوى التزود بعديد المواد الأساسية قد شهدت المنطقة اليوم حركية تؤشر على انفراج تدريجي للأزمة بدأت المؤسسات الصناعية المنتسبة بالمنطقة الصناعية بقبس تعود تدريجيا للنشاط بعد أن تم رفع اتصام الصمود 2 الحركية كانت ملحوظة بهذه المنطقة التي توافدت عليها العشرات من الشاحنات الثقيلة لنقل مواد مختلفة ومن بينها بالخصوص الشعير العلافي رجع النشاط عادي لدول الحبوب كيسوا في تفريغ البواخر اللي عنا تعرفوا عنا باخرة راسية عندها مدة كبيرة ياسرة رجع اليوم نساق التفريغ امتاحها عادي وكذلك تزويد الجهات لتفادي النقص اللي صار نقص كبير في الفترة الحساسة هذه في تزويد الجهات خاصة الجهات الاستهلاك المعروفة في الوسط والجنوب من مدى الشعير العلافي والحمد لله اللي رجع النساق عادي وسيقع تلافي هالنقص هذي في اقرب لجال اكيد اكيد بورت جيبس اكيد يرجع النشاط اقريب لنا ويحرك الخدمة دينا اي تخدموا برشا انتم على الخطة هذي مع ميناء جيبس اي نخدموا برشا على بورت متى جيبس امام الوحدات الثلاث لتعبئة قوارير الغاز المنزلي تجمعت كذلك العديد من الشاحنات الثقيلة القادمة من الولاية المجاورة للحصول على شحنة من هذه القوارير ماذا اليوم بداية جمعة بداية اسبوع وثم شوي ضغط ثم شوي ضغط هما فما تحس ثم تحس الملحوظ وبطول المدة شاء الله تتصلح سمن هذي في السمن ليبيا باستمرار يعني تجارة متبادلة بين ليبيا و تونس اي انا من غرب الزاوية اي جتة هذب هذي سمال اي ديما تجي المنطقة الصناعية جابس لشهر دركة عنها ديما موجود هنا المنطقة الصناعية بجابس تضم عدد ملحوظ من المؤسسات الصناعية الكبرى التي توجه انتاجها نحو التصدير وسعيا الى ايجاد حلول ممكنة لصد النقص المسجل على مستوى تزويد بمادة الغاز المنزلي في عدد من الولايات انطلقت اليوم عمليات توريد الغاز المنزلي من الجزائر من خلال شحنة يومية بمعدل سبع شاحنات بدأت في الوصول الى ولاية القصرين عبر معبر بوشبكة الحدودي بصفة استثنائية فتح المعبر الحدودي ببوشبكة امام الشاحنات التونسية لتأمين عملية التزويد بالغاز المنزلي من القطر الجزائرية اثراء التنسيق بين السلطات التونسية ونظيرتها الجزائرية قمنا في إطار عملية تسهيل إجراءات مرور شاحنات التونسية نحو التراب الجزائري لتزويد ولاية القصرين بمات الغاز المنزلي صباحا مروا خمسة شاحنات قصد تزويد السلطات التونسية بمات الغاز المنزلي وبحسب الجهات المعنية فإن عملية التزويد بالغاز المنزلي من الجزائر ستكون بشكل يومي شرط الالتزام بالإجراءات الأمنية وبالبروتوكول الصحية المفروض من الجانب الجزائرية يوم 1940 قارولة غاز جاي من الشقيق الجزائر هي تواصل هي يومي ومنعنا 16 دار غير حبستها لمرتع الكوفيد ووصلت ليلة البارحة خمس شاحنات محملة بقوارير الغاز المنزلية التي تم شحنها من ولاية تبسة وعين البيضاء الجزائرية وتم توزيع الكمية الموردة على كامل ولاية القسرين للحد من وطأة أزمة الغاز التي تعيش على وقعها الجهة منذ قرابة الشهر أول مرة في طرد تسهيل عملية تزويد الغاز المنزل أول مرة يتم دخول الشاحنات ذات ترقيم تونسي نحو التراب الجزائرية أول مرة منذ غلق الحدود بسبب جايح كورونا يلزم فتح العدود يلزم في أقرب وقت ممكن بالحق رهي عباد الحبس الصي يعمل اكتبات ذات نتاولية القسرين كيف بعدك هذه هي حاجة باش تخلص أهم حاجة ونبارك هذه العملية منطق الحدودية رهي هذه باش تفك على الزوار وللإشارة فإن المعبر الحدودي ببوشبكة أغلق مذو الثامن عشر من شهر مارس واستؤنفت فقط حركة التبادلات التجارية الاستلاعية بين تونس والجزائر في الخامس عشر من شهر أبريل الماضي على مستوى الشريط الحدودية دون السماح بمرور الشاحنات من الطرفين في موضوع آخر وتحسبا لموسم الأمطار وفي مسعى للكشف عن مدى استعداد اللجنة الجهوية بجهة الشمال الغربي لمجابهة الكوارث نظمت الحماية المدنية عمليات بيضاء بمعتمدية عين دراهم وقد أكد وزير التجهيز وضع جميع الإمكانيات على ذمة اللجنة الجهوية عند الاقتضاء عملية بيضاء للحماية المدنية تحسبا لموسم الأمطار والثلوج بمعتمدية عين دراهم للوقوف على مدى استعداد مختلف الأطراف المتدخلة ومدى جاهزية اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجا على مختلف المستويات عملية بيضاء تتمثل في تساقط كمية كبيرة من الثلوج حيث بعد أعلمنا من معاصل حرز الجوي عن نزول مهمية كبيرة من الثلوج بمنطقة عين دراهم خاصة أنه كما نعرف بمعتمدية عين دراهم موجود على التفاع كبير ياسر وفهم أمكانية لنزول الثلوج تم أعلم جميع السلطة الجهوية والمحلية بالموضوع هذا تعرفوا أنه بالنسبة للطريق الوطنية رقم 17 لابطة بابين جندوب تبارقة يتمر عبر معتمدية عين دراهم بشتشة حركية كبيرة ياسر بلتالي تم تنسيق مع زملائنا من الأمن والحرص الوطني ليقاف حركة المرور بش ما تصيرش بعض السيارات اللي تنجم تحاصر بيئة ثلوجة هذية ذلك كيف تم التنسيق مع الصحة العمومية اللي بالنسبة للمصابين اللي يقوموا بعملية تصفية الدم بش يقربوا المتحطات المستشفيات يكونوا قراءة بشقوب عملية الضهر تقية الإمكانيات البشرية والمادية تم توفير جميع الأهليات لزاعة الضلوج من طرف الإدارة الجهوية للتجهيز زير التجهيز والإسكان كمال الدوخ أكد خلال موكبة هذه العملية البيضاء وضع جميع الإمكانيات على ذمة اللي جان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة وتدعيمها عند الاقتضاء خاصة بعد وضع منصة خاصة بتمركز وسائل ومعدات الوزارة كوزار التجهيز ندعمه للإدارة الجوية بالمعدات من طرف إدارة المعدات على المستوى البركزي وكذلك الإدارة الجوية معناها عندها معناها معداتها الخاصة للتدخل في موسم الثلوج وكما تعرفوا اقتنين سنة 2014 معدات خاصة بالثلوج ونقول الحمد لله معناها تراكمت معناها عدة تجارب معناها للجنة الجوية للمجابهة الكوارث واليوم نقول نحن تجربة كبيرة قد التأمى بالمناسبة اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة تم خلاله التطرق إلى الإشكاليات والصعوبات الواجب تذليلها مع حلول موسم الأمطار في الختاب نذكركم مجددا مشاهدين أنه قرر بعد ظهر اليوم ولي مدنين لحبيب شوات ووالي كبلي منصف شلاغمية فرض حظر التجول في معتمدية ابن خداش من ولاية مدنين ومعتمدية دوز الشمالية ودوز الجنوبية وحسب قرار والي مدنين فأن حظر التجول في معتمدية ابن خداش يدخل حيز التطبيق بداية من اليوم الاثنين انطلاقا من الرابعة بعد الظهر وإلى غاية الخامسة صباحا ويستثنى من ذلك الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي وأكد الوالي أن هذا القرار يبقى نافذ المفعول إلى أن يأتي ما يخالف ذلك من جهاته أقر والي كبلي أعلان حظر الجولان بداية من الغد الثلاثاء الخمس عشر من ديسمبر بكافة أرجاء معتمدية دوز الشمالية ودوز الجنوبية بداية من الرابع بعد الظهر وإلى غاية الخامسة صباحا وأكد القرار الصادر عن والي كبلي أيضا أن حظر الجولان يبقى قائما إلى غاية صدور إشعار آخر بهذا نصل إلى ختم النشرة ونذكركم بالعنوينة رئيس الجمهورية يتحول إلى منطقة العنسون لتفقد الأوضاع وأعلان لحظر التجول بابن إخداش من ولاية مدنين وبمعتمدية دوز الشمالية والجنوبية من ولاية كبلي تلاميذ الابتداء والأعداد والثانوي يجرون اليوم أول امتحانات الأسبوع المغلق باعتماد نظام الأفواج وتطبيق بروتوكول خاص توقيا من فيروس كورونا انفراج في عملية التزود بالغاز المنزلي بقابس وانطلاق التوريد من الجزائر لصد الشغول في القسرين ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة تلفزة تونسية في الختام لكم من أجمال تحية ولا يتوقع اشتركوا في القناة